ولنقاش هذا الملف والحدث عن تصرحات قاسم الأعراج الأخيرة حول انتهاء مهام القوات الأمريكية في العراق ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة تكساس الأمريكية الكاتب والبحث السياسي أحمد السعدي أهلا بكم سيدي أهلا سيدتي مرحبا بك وتعيي لقناتكم الكريم ولمشاهديكم سيد أحمد بعد إعلان قاسم الأعراج اليوم عن تهاء ما وصفها بالمهام القتالية لقوات تحالف دولي في العراق وانسحابها هذا تصريح تكرر كثيرا ومرارا في السنوات الماضية كيف يمكن قراءته من حيث التوقيت وما يمر به العراق من أزمة سياسية؟ نعم بالحقيقة هذا التوقيت هو مهم جدا وخصوصا أن السيد قاسم الأعراجي هو قريب جدا من الأعزاب السياسية وخصوصا الذين هم يعارضون تواجد القوات الأمريكية وهذا التصريح هو لطمأنة هذه الأعزاب المعترضة وجمهورهم الفاعل في الساحة السياسية العراقية ولكن القوات الأمريكية بالحقيقة أو بالأساس أن السياسة الأمريكية صعبة أن نعرف وجهتها لأنهم يمتهنون السياسة العلامية ففي بعض الأحيان يقولون شيء أما عن القرارات فتعطي شيء آخر لذلك هذا هو في رأيي مجرد التطمين ولا أعتقد أنه سيكون هناك خروج مباكر للقوات الأمريكية وهناك أيضا أخبار متداولة موثوقة قريبة من الشأن السياسي الأمريكي وهي ربما يعلن عن قريب خروج القوات الأمريكية ولكن بالحقيقة هم باقون ولكن سيظهرون على شكل مستشارين ومدربين وإلى ما آخره كان بينتاجون أكد بأن تهديدات ضد قواته في العراق متزال قائمة وواشنطن تحتفظ بحق الرد في حال تعرضت قواتها في العراق لأي هجوم إلى أي مدى يتناقض ذلك مع قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق نعم إذا أعلن من قبل القوات الأمريكية بأن هناك سيكون انسحاب لا أعتقد ستكون هناك بجومات على القوات الأمريكية فبالتالي هم سيعلنون بشكل مباشر بأنهم خرجوا وهناك سوف لن تكون ذريعة لجماعات المستلحة لقصفهم لطالما أعلنت الميليشيات رفضها للبقاء القوات الأمريكية في العراق وقصفت سفارة الأمريكية أكثر من مرة لكنها في الوقت ذاته تمرر تمديد بقاء القوات الأمريكية من خلال أذرعها السياسية في البرلمان كيف يفسر ذلك؟ نعم بالحقيقة لو فرضنا جدلا سوف تخرج القوات الأمريكية فما هو عمل الفصائل المسلح؟ بالتأكيد سوف هناك لن يكون عمل وخصوصا أن الشارع الآن ملتهد وهم لديهم هذا العامل الرئيسي أو هذه القضية بإقناع الشارع بأنهم ضد الاحتلال وضد القوات الأمريكية ولكن في حال عدم السحاب القوات أو عفوا في حال السحاب القوات الأمريكية سوف لن يكون هناك أي مواجهة فما ضامن أنهم سيئة لكن هل يتحقق الأمن والاستقرار في العراق؟ لا أعتقد ذلك لأن الوضع في العراق معقد جدا وعلينا أن ننظر لمن هو المستفيد من خروج القوات الأمريكية فبالتأكيد الأعزاب هم المستفيدين الأول من ذلك ولكن هناك مخاوف كثيرة من قبل الكتل الكردية وحتى الكتل السنية وهم يطالبون أو هم على علاقة وطيدة بين القوات الأمريكية لذلك هم دائما ما يطالبون ببقاء القوات الأمريكية لضمان مستقبلهم ولضمان أمنهم لطالما كان هناك ربط بين انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانسحابها من العراق إلى أي مدى ينطبق السيناريو الأفغاني على العراق؟ وكذلك كان أيضا بعد حديث بايدن عن التكلفة الكبيرة للقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة نعم عزيزتي داعيني أوضح لك شيء مهم حدث بالفترة الأخيرة وهو هناك مصدر موذوق قريب مني وبالحقيقة هو متواجد قريب بالشأن السياسي الأمريكي وقد أبلغني أن سيد الرئيس بايدن هو بالحقيقة قد بعث رسالة إلى الكونغرس وقال لهم بالحرف الواحد أنه سوف لن يكون هناك قوات أمريكية بالعراق غريبا السياسة الأمريكية عفوا سياسة معقدة وصعبة تكهم بها لو فرضنا حدث ذلك وخرجوا القوات الأمريكية بالكامل فسوف يكون هناك خلل أمني كبير وهم قد أعطوا الضوء الأخضر للأمم المتحدة والسيدة بلاسخارت بأن يتعاونوا مع أجهات الفاعلة السياسية بالعراق مثل الصدر والقوات الكورد والسنة لخلق حكومة تمثل جميع طبقات الشعب العراقي وبعيدة أيضا عن التطرف أو بعيدا عن التأثير العامل الديني الذي يمتهنه الكثير من الأحزاب أو الإطار التنسيق كيف يمكن تقييم التواجد الأمريكي في العراق خاصة وأن في الفترة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية تعزز الدور الإيراني من خلال دعم الميليشيات والنفوذ الإيراني في حتف العملية السياسية رغم وجود القوات الأمريكية كيف يمكننا تقييم هذا الوجود؟ نعم بالحقيقة هناك من يعتقد أن السياسة الأمريكية هي السياسة ليست صلبة بما يخص الجانب الإيراني ومن يدعمه في داخل العراق لكنها السياسة الأمريكية دائما ما تركز على القضايا المهمة بالعالم وكما تعرفين ويعرف الكثيرين أن هناك الكثير من العوامل المهمة وأكثر أهمية من الجانب الإيراني والعراقي فلو ذهبنا إلى الحدود الروسية الأكرانية هناك شبه الصراء والتنازع لذلك السياسة الأمريكية تركز على القضايا المهمة وكذلك قضية الصين مع تايوان لذلك هم يريدون طمأنتهم بأن القوات الأمريكية ستخرج ولكن هناك من ينظر إلى هذه الطمأنة الموقعة بأنها تخاذل أو تسهيل بعض الشيء شكرا جزيلا لكم الكاتب والبحث السياسي أحمد السعدي حدثنا عبر خدمة سكايب من مدينة تيكساس الأمريكية